كان يما كان في قديم الزمان في بلدة صغيرة تدعى ويندا هاوزن مخبأ بين الجبال ومحاطة بالغابات الكثيفة في هذه القرية الهادئة عاش شاب يدعى لوكاس الذي كان يحلم بالمغامرات والألغاز كان لوكاس معروفا بحبه للاستطلاع وإصراره الشديد على حل الألغاز غير المحلولة من الماضي في يوم من الأيام بينما كان يتفقد المنزل القديم لأجداده عثر لوكاس على خريطة قديمة كانت الخريطة مصفرة ومغطاة برموز غريبة لم يستطع فهمها في البداية لكن في منتصف الخريطة كان هناك علامة X حمراء تشير إلى موقع عميق في الغابة أصابته الحيرة والفضول فأخذ لوكاس الخريطة إلى جده الذي شعر بالفزع فور رؤيتها قال الجد بصوت هامس هذه الخريطة ليست اكتشافا عاديا إنها تقود إلى كنز منسي منذ زمن طويل لا يعرف عنه سوى القليلون ويقال إن هذا الكنز محمي بلعنة قديمة رغم تحذيرات جده لم يستطع لوكاس مقاومة الإغراء فكرة المغامرة وإمكانية العثور على الكنز لم تتركه يرتاح في صباح اليوم التالي جهز حقيبته وأخذ معه مصباحا يدويا وانطلق إلى الغابة كانت الغابة أكثر كثافة مما توقع ألقت الأشجار الطويلة ظلالا طويلة وكان الهواء رطبا وثقيلا تغرد الطيور في الأعالي بينما كان لوكاس يتعمق أكثر فأكثر في الغابة متتبعا تعليمات الخريطة التي قادته بعيدا عن المسارات المعروفة مرت ساعات حتى وصل لوكاس أخيرا إلى ساحة مفتوحة في وسط هذه الساحة ارتفع برج قديم مغطى باللبلاب علم لوكاس أنه وصل إلى وجهته بدى البرج وكأنه مهجور منذ قرون لكن لوكاس شعر بأنه مراقب اجتاحه شعور غريب بعدم الارتياح إلا أن عزيمته دفعته للاستمرار دخل البرج عبر باب متهدم ووجد في الداخل درجا حجريا يؤدي إلى الأسفل دون تردد نزل لوكاس الدرج وكلما نزل أعمق ازدادت برودة الهواء وصدى خطواته كان يتردد بشكل مخيف في الممرات في نهاية الدرج وجد لوكاس بابا حديديا ضخما وبيدين مرتجفتين فتحه ودخل غرفة مضاءة بضوء خافت وغريب في وسط الغرفة كانت هناك صندوق كبير مغطى بنقوش فنية علم لوكاس أنه وجد الكنز ولكن بمجرد أن لمس الصندوق بدأت الأرض تهتز تحت قدميه وانطلق صوت عميق قادم من الضلال من الذي يجرؤ على كسر اللعنة؟ تراجع لوكاس مذعورا لكنه علم أنه لا يمكنه الاستسلام الآن أنا لوكاس صرخ وأنا أبحث عن الحقيقة ساد الصمت للحظة ثم أجاب الصوت أنت تبحث عن الكنز لكنه أكثر مما تتخيله عريضا أختينا فتحمل مسئولية أكبر مما يونكن تدرك تردد لوكاس لكن فضوله كان أقوى فتح الصندوق ببط ووجد بداخله كتابا قديما مغطى بالجلد كان الكتاب يشيع قوة غريبة وكأنه يحتوي على أسرار العالم بأسره تحدث الصوت مرة أخرى هذا الكتاب يحتوي على معرفة الأزمنة الغابرة بس نحذر فالمعرفة قد تكون نعمة أو لعنة من تاليها يعتمد على قراراتك أدرك لوكاس أنه عليه اتخاذ قرار مهم أخذ الكتاب ووعد نفسه باستخدامه بحكمة عندما غادر البرج شعر أنه لم يعثر فقط على كنز بل أيضا على مسئولية كبيرة من ذلك اليوم فصاعدا كرس حياته لدراسة الكتاب والبحث عن الحقيقة دائما متيقظا للمخاطر التي قد تأتي مع المعرفة أصبحت أسطورة لوكاس والكنز المخفي تروى في ويندهاوزن عبر الأجيال بعض الناس قالوا إن لوكاس اختفى في يوم من الأيام ليكتشف الأسرار الأخيرة للكتاب لكن شيء واحد كان مؤكدا قصته ظلت حية في قلوب الناس ولعنة الكنز قد انكسرت شكرا للمشاهدة ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر